اهتمت الدولة بقطاع البترول باعتباره أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية حرصت الدولة على تنفيذ المرحلة الثانية من تنمية حقول الغاز في شمال سيناء وذلك بهدف توصيل الغاز الطبيعي إلى شمال سيناء واستخدام الغاز الطبيعي كذلك كوقود بديل للوقود السائل وضعت دولة شبه جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز وجعلها منطقة جاذبة للمستثمرين والسكان عبر تنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة وفي إطار سعي دولة لتعزيز قطاع البترول باعتباره أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية تم تنفيذ المرحلة الثانية من تنمية حقول الغاز بشمال سيناء عام 2019 المشروع يستهدف زيادة طاقة الإنتاجية إلى 75 مليون قدم مكعب في اليوم بتكلفة 100 مليون دولار من خلال حفر أربع آبار حيث تم وضع ثلاث منها على الإنتاج بمعدل إنتاج أولي 60 مليون قدم مكعب في اليوم كذلك تم استكمال تنمية حقول شمال سيناء المرحلة الثانية بتكلفة تصل إلى 87 مليون دولار بطاقة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 45 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا ودعم لبرامج التنمية الطموحة التي تشهدها محافظة شمال سيناء تسعى الدولة جاهدة للعمل على توصيل الغاز الطبيعي إلى شمال سيناء واستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للوقود السائل وفي هذا الإطار ارتفع عدد مشترك خدمة الغاز الطبيعي بالمحافظة بمقدار 24 ألف مشترك و600 خلال الفترة من 2014 حتى يونيو 2022 على الرغم من العمليات العسكرية الشاملة حيث لم يتوقف العمل من خلال التنسيق بين المحافظة والجهات الأمنية وهكذا تمضي الدولة بخطى متسارعة في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لتنمية شبه جزيرة سيناء من خلال مسارات عدة ومتوازية تحقق العدالة التنموية المتساوية بين سيناء والوادي والدلتا